موسيقى 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 مصرور جدا بكل تأكيد ان انا اكون في وسطكم مرة تاني واتكلم بكلمة الرب بنعمة ربنا النهاردة عايزين نقرأ معا من انجيل متى صحاح 17 انجيل متى صحاح 17 من العدد الاول للعدد الثامن وبعد ستة ايام اخذ يسوع بطرس ويعقوب ويحنى اخاه وصعد بهم الى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه ويضاء كالنور واذا موسى والي قد ظهر لهم يتكلمان معهم فجعل بطرس يقول ليسوع يا رب جيد ان نكونها هنا فان شئت نصنع هنا ثلاث مزار لك واحدة ولموسى واحدة والالية واحدة وفيما هو يتكلم اذا سحابنا يرى ضللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سلرت لا اسمعوا ولما سمع التلميذ سقطوا على وجوههم وخافوا جدا فجاء يسوع ولمسهم وقال قوموا ولا تخاف فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده الآية دي محور التأمل أساسا ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده وصلي يا رب نعظمك من أجل كل ما صنعته لأجلنا لأجل محبة قلبك لأجل صلاحك وجودك نعظمك لأجل وجودنا معا بإسمك وأنت في وسطنا في هذا المساء تكلم إلينا يا رب بكلام الحياة الذي يغير حياتنا في اسم المسيح يسوع آمين بما لا شك فيه أنه أنه مشهد مهيب حدث جلل حاجة يعني لن أستطيع أن نصفها بكلماتنا البشرية الضعيفة وبعد هذا المشهد العجيب اللي حصل أنه أنه الرب يسوع أخذ الدائرة القريبة دائرة القريبة منه من التلاميذ بطرس ويعقوب ويحنى صعد بهم إلى الجبل مولس بيقول عن المسيح أنه أخلى نفسه آخذ سورة عبد صائلا في شبه الناس لقد خلع يسوع ثوب المجد الإلهي العظيم كالابن المبارك لكي يوجد في وسطنا لكي يحل بيننا لنستطيع أن نحتمل أن نرى شخصه وهو يسير في وسطنا لكن كان في قلب الرب أنه يأخذ الدائرة الصغيرة بتاعت التلاميذ القريبين أكتر في وقت ما علشان يبقى اختبار وشهادة ليهم هم لفيما بعد أنهم رأوا مجده وعلى جبل وعلى جبل التجلي غالبا هو جبل حرمون يقول الكتاب كده تغيرت هيئته قدامهم أضاء وجهه كالشمس ظارت سيامه بيضاء كالنور لمحة من المجد الإلهي وعلى فكرة وبكل تأكيد ليس هذا كل المجد الإلهي لأن يحنى نفسه الذي كان ضمن هؤلاء السلاسة عندما رأى قدرا أكبر من هذا المجد عندما كان فيه جزيرة بطمس يقول كده سقطت عند رجليه كميت بطلوس لا كانت عارفه لماذا هو دايما بطلوس يحب أن يتكلم يحب أن يتحرك ويعمل أشياء كثيرة وعلى فكرة هذا لم يكن وقت ولا الكلام ولا الحركة ولا أي شيء خالص عندما يعلم لنا الرب هذا المجد الإلهي هو وقت العبادة هو وقت السجود وقت الصمت وقت التأمل وقت الخشوع لكن هو دايما عايز يتحرك وعايز يتكلم وعايز يعمل مرقص ولوأ بيقولوا أنهم كانت عارفه بيقولي كان بيقول أي حاجة وكان بيقول جايد يا رب أن نكون هنا عايزين نعمل ثلاث مظال لك واحدة ولموسى واحدة والإلي واحدة إيه اللي أنت بتقول ده بطرس وكأن هما الثلاثة في نفس المستوى وعايز يعمل لهم بعض الشراح بيقولوا عايز يعمل لهم مظال مثل المظال اللي بيعملوها في عيد المظال حاجات بتتعمل بالسعف بالخوص عشان يعودوا فيها يستريحوا أو يقوى نفسهم من الشمس أو من الأمطار وشراح كاثرين بيقولوا أنه كان عايز يعمل لهم حاجة زي ميموريال يعني حاجة كده زي نصب تسكاري يخلد هذه الذكرى أي حاجة بيقول أي حاجة بس أكتر حاجة كانت غلط في اللي هو بيقولوا أنه بيحط الثلاثة على نفس المستوى وإذا بالآب الآب يأتي إلى هذا المشهد العجيب و في وسط اللخبطة بتاعت كلام بطرس سحابة مجد الآب تحتويه هذي السحابة اللي اللي ظهرت في الهيكل ولم يستطيع الكهنة أن يخدمه لأن مجد الرب قد ملقى بيت الرب السحابة التي ظهرت فوق الجبل سحابة المجد مجد الآب جت في وسط ما بطرس قاعد بقول أي كلام علشان يكون في إعلان سماوي صحيح يعدل المسار بتاع كل الكلام الغلط اللي بيتقال ويدي جود بريسبكتف يعني فهم صحيح للمشهد اللي هما شايفينه ده ويقول هذا هو ابن الحبيب الذي به صررت له اسمعه تكلمش على موسى ولا على الانية تكلم على الابن فرفعوا عينهم ولم يروا أحد إلا يسوع وحده ربما تكون هناك معاني كثيرة لهذا الحدث المهيد لكن المعنى اللي اللي أنا مشغول أن أركز عليه النهار ده ومحاول نتأمل فيه هو الاحتياج لرؤية يسوع ويسوع وحده الاحتياج لرؤية الرب مجيدا عظيما فوق فوق الكل فوق الجميع التلميذ في هذا المشهد فهموا أنه أعظم الشخصيات اللي هم يعرفوها كشعب يهودي موسى الذي أعطى الناموس وأعطى الشريعة والعهد وإلي من أعظم الأنبياء اللي صنعوا أمور عظيمة ومشهود لهم وصعدة ولم يمت هؤلاء العظماء في تاريخ اليهود معلمهم بقى اللي عاش معهم ثلاث سنين هو أعظم منهم بكثير وكانوا يتحدثون بيقولنا في الأنجيل الأخرى كانوا على العمل المهيب العظيم اللي حيعمله يسوع عن الصليب فهموا أن يسوع أعلى من الكل الفكرة اللي عايز أقولها الآخرين مهما كانت مكانته بل والأحداث والظروف اللي بنكتاز فيها مهما كانت حدتها وصوتها العالي وصعوبتها لا ينبغي أن تستحوذ على مكانة الرب عندنا يكون عندنا اليقين أن إلهنا هو فوق الكل درس محتاجين كلنا بنتعلمه كل يوم وما فيش حد كبير على التحديات دي وعلى هذا الأمر أحتاج أن نرى يسوع كل يوم كل الطريق خلينا أقول أنه رؤية يسوع روحيا ما هي خيالات ما هي خيال وعز عايش في العالم الافتراضي يعني بيقول كلام من على المنبر كده علشان يعني يبسمو بيقول حاجة لا ده حق ووعد الهي وهذا الحق وهذا الوعد الهي اختبره كتير من أولاد الرب عبر التاريخ وكل واحد فينا مدعو للتمتع بهذا الحق وبهذا الوعد الهي الرب يسوع كان بيقول كده بعد قليل لا يراني العالم أيضا وأما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون أما أنتم فترونني إني أنا حي فأنتم ستحيون لم نعد نعرف أو نرى يسوع بالجسد لكن بعد القيامة إننا نرى يسوع بالإعلان الروح إزاي يعني يقول كده الرب هو يتكلم عن الحياة الجديدة في المسيح بيقول إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينون بل قد انتقل من الموت إلى الحياة إمتى بقى إمتى انتقل من الموت إلى الحياة بعدين في اليوم تفتح قلبك ليسوع تقبله ربا فاديا مخلصا يأتي الروح القدس ينقلك من الموت الروحي الذي هو الانفصال عن الله إلى الحياة في المسيح إلى الحياة الأبدية هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي إرسلته عندما ننتقل من الموت إلى الحياة نأخذ طبيعة روحية سماوية جديدة ليه؟ لأن الروح القدس قد سكن في قلوبنا وأعطانا طبيعة روحية جديدة built-in جوة الطبيعة الروحية جزء من هذه الطبيعة الروحية عيون روحية وآذان روحية نرى الرب بها ونسمع صوت الراعي لذلك هي هذه الطريقة التي نرى بها يسوع النهار ده بالحواس الروحية التي أعطاها لنا لكن هناك سؤال مهم جدا أو عدة أسئلة هو كل المولودين من فوق عندهم الحواس الروحية دي الإجابة نعم طيب هل كل المولودين من فوق بيتمتعوا بنفس القدر بإمكانيات هذه الحواس الروحية الإجابة للأسف نعم لأ طيب ليه ليه ربنا بيفضل ناس عن ناس يعني يعني بيقول لإبراهيم أنا هوريك مجدي لكن النبي يقول لي لا أنا مليش نفس مش عايز أوري لك حاجة يعني عشان كده الناس فيه فرق هو ده السببب لا مش السبب 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 اللي يعني غالبا أنا خدت سلسلة من الخدمات في الكنيسة عندنا بحكي هذا الموضوع خدت سلسلة بعنوان التشكيل الإلهي الفكرة الأساسية فيها إنه الحياة الجديدة مع المسيح والنعمة السماوية ما هياش برنامج كمبيوتر بتحط جوانا وتدوس على الزرار فحيشتغل لوحده وإحنا وإحنا فاسف وإحنا بنتفرج بيش حاجة كده ده وهم لو أنت فاكر إنه إنه اليوم اللي تيجي تسلم فيه قلبك وحياتك للمسيح بعد الصالة دي أنت فاكر إنه كل حاجة هتحصل بشكل تلقائي أوتوماتيكي وإنت قاعد بتتفرج ده وهم وده مش تعليم المسيح وفي ناس تعثرت بسبب هذا الأمر وما لقيد اللي هو صح الصح إنه إنه النعمة السماوية وشخص الروح القدس المبارك الساكن فينا يتطلب مننا تفاعل والنتيجة الأوتكم بتاع التفاعل ده هي اللي بتحدد شكل الحياة اللي احنا عايشينها احنا بنتفاعل ازاي مع الرب هو ده اللي بيحدد شكل الحياة مدى خضوعي للروح القدس مدى تسليمي لعمل الصليب يعني اللي هو ايه يعني اللي هو قال عنه الرب إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل كل يوم ويتبعني وأسيب الرب يشتغل جوايا علشان يخلصني من نبيل لأنه ينبغي أن ذاك يزيد وأن أنا أنقص علشان المشروع الإلهي اللي قال لنا عليه أنه الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه فهو بيشتغل فينا بالروح القدس علشان نبقى مشابهين صورة ابنه صورة ابنه لأننا نحن متاحين وخضعين علشان هو يعمل هذا هو هذا اللي يحدد الشكل في الآخر عمل إذا إلى أي مدى نحن مشتاقين طيعين متعاونين مع الروح القدس علشان نعمل فينا هذا هو هذا اللي يحدد لو تتذكروا آخر مرة أو المرة السابقة اللي كنت بشارك فيها هنا كنت بتكلم بخدمة عنوانها اجعلني كخاتم على قلبك كنت بتكلم عن الوصية الأولى والعظمة The passion for Jesus نحبة النارية للرب وبكل تأكيد لها علاقة وثيقة بالموضوع بتاع النهار ده رؤية يسوع ف كلما زادت محبتي وأشواقي للرب كلما زاد إدراكي لشخص أول تاني إنه كل المولدين من فوق عندهم حواس روحية يظهروا يشوفوا الرب ويسمعوا بس مش كل المولدين روحيا هذه الحواس مفعلة بنفس القدر المحبة للرب الخضوع للروح القدس عمل الصليل في القلب كل دي تفعل الحواس الروحية عشان عشان أقدر أشوف الرب وأسمعه لما تكون الحواس الروحية غير مفعلة سيكون الطريق مع الرب صعب قوي وحيكون الوضع الحاصل هو عكس اللي قاله بولس في غلطية 22 سيكون الوضع الحاصل لو الحواس دي غير مفعلة أنني أحيا أنا لا المسيح هكون أنا اللي عايش بس لابس لابس ثوب مسيحي ثوب مؤمن لكن كاني مش عارف يتلامس مع ربنا مش قادر يراه وبالتالي مش بيتغير عشان يبقى على صورته بعيش كل اللي أنا عايش و معتمدا على وعز اسماتها هنا شوية خبرات عرفتها شخصيتي طباعي أفكاري بس الخليط ده كله على بعض الحقيقة لا يساعد كثيرا في أن أنا عرف أمشي مع المسيح وإن أني مش عارف الرب بشكل شخصي مش بتلامس معه فالرب بالنسبة لي شخصي بعيد مش معروف ولأنه مش معروف مش موصوق فيه مش موصوق فيه واعتمادي على قوتي الخاصة لتحمل التحديات غالبا بتنهار من وقت لآخر الاحتياج لرؤية يسوع بروحي كل يوم في كل الطريق إيه أهميتها وإيه قيمتها رؤية الرب رؤية الرب بروحي لها عدة فوائد بركات كثيرة جدا لحياتي هحاول أقول بعض منها سريعا النهاردة يمكن أول أول حاجة رؤية الرب هي الفلتر الإلهي اللي لما بيتحط قدام عيني بيبدي كل حاجة في الحياة حجمها الحقيقي يعني إيه رؤية ربنا بتخلي كل الأمور في الحياة اللي هي قيمتها الحياة إبليس عمل خدعة سيئة جدا إنه زي ما يكون محل مليان بضائع وهو دخل وغير كروت السعر في هذا المحق ونجيح على البضائع غالية الثمن جدا حطى لها سعر زهيد جدا وعلى البضائع الزهيدة حطى لها كارت سعر غالي أوي والناس بتحب تشتري حاجات الغالية وتنبهر بها وبتنخدع فبقت تروح الحاجات اللي ملهاش أي إيمة بس عليها كارت سعر غالي وتنبهر بها وتتهافت عليها أما الحاجات الغالية قوي 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 لأنه هو حطى لهم كارت سعر زهيدة عليها الناس بتهملها تتركها قدرين تفهم التشبيه اللي أنا بقوله لما الرب بيكون في المشهد قدام عيني بيوريني كل حاجة على حياتها بيوريني إيه هو الغالي في الحياة وإيه هو الرخيص إيه اللي يستحق إن أنا عيش علشانه ولي يستحق إنه ما يخدش وقتي ولا جهدي ولا اهتمامي ولا تفكيري ولا ضحي عشانه بأي حاجة رؤية الرب بتحط قيمة الأشياء في مكانها ولأن قيمة الأشياء بتترتب صح الأولويات في حياتي تترتب صح على حسب قيمة الأشياء ويأخذ الرب المرتبة الأولى التي طليق به كمان حجم التحديات ديبان والرب في المشهد كان بيقول كده بوليس أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ممكن نحس إنه يعني ده كلام مثالي أوي بس اللي عايش في شركة قريبة من الرب وشايف يسوع عارف إنه التحديات كبيرة أيوة بس شايف يسوع أكبر ده الجزء اللي في المعادلة اللي إبليس دايما عايز يخبيه عننا يسوع يخبيلنا يسوع في المعادلة فنشوف إنه التحديات تحديات ستقتلنا الحاجة اللي اللي ربنا بيتكلمني بيها وحب بكررها قدام حضراتكم خلينا دايما نفتكر الجملة دي صحيح إبليس عند قوة بس خلينا نفتكر إن الرب قدرته وشخصه أعلى بكتير قوي قوي من إبليس قوي لا يقارن ف اللي نحن نشوفه صعب بيعمله إبليس الرب أكبر منه بكتير شوف إن التحديات يسوع أكبر منها لما موسى أرسل 12 جسوس زي ما أنتم عارفين حضراتكم ورجع التقرير تقريرين تقرير كتبوا اتنين يشوع وكالب وتقرير كتبوا عشرة التقرير اللي كتبوا العشرة تقرير غريب جدا حقيقة لأنه في شوية كلام يساوي خيالات وأوهام شيطانية بيقول كده إيه أرض تأكل سكانها يعني إيه 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 كلام يعني إيه أرض شفتوا أرض بتأكل للناس إزاي يعني وكنا كالجرات في أعينهم أنتو أصلا ما شفكوش ده أنتو كتر رحيم بتتجسس ومستخبيين ما شفوكوش كنا كالجرات في أعينهم وهكذا في أعيننا نحن نحن كمان نحن كمان كنا كنا نفسنا كالجرات في حين أن نفس الأرض دي ونفس الناس دول رحاب كانت بتقول للجسوسين أن زابت قلوبنا لما سمعنا بالأخبار بتاعة الرب واللي عملوا معاكم هذه دي الحقيقة الحقيقة أن الناس اللي في الأرض دي زابت قلوبهم لما سمعوا عن الرب بس الناس اللي بتتكلم والرب مش في المشهد قدام عينيها بتقول خيالات الحاجة اللي أنا عايز أقولها أنه في كثير من الأحيان أو في معظم الأحيان إبليس بيصنع أشباح من ورق ويخيفن بها وهي ورق ولا حاجة ده ولا حاجة دي كذبة كبيرة هو هو أستاذ في الكذب وبيعرف يكذب بطريقة منمقة جدا ويجيب شوية ورق ملون ويخوفنا به ونحن نتريعب وهو ما بيش حاجة خاصة أصلا بس الرب لما بيتشاف في المشهد الفرع يشوع وكالب من العشرة التانيين أنهم شايفين الرب في المشهد رب جوة معادلة مش براها فيه تحديات كبيرة في الأرض دي بس الرب اللي قال أننا هدخلكوا وحديكم الأرض دي ومشي معنا سكة دي هو هو واحنا شايفينه قدامنا اتغيرت الأمور هو الفلتر الإلهي رؤية الرب الفلتر الإلهي اللي بتحط قيمة الأشياء في مكانها وبتحط قيمة التحديات في مكانها وبتزبط المفاهيم العالم حولينا قاعد يدلنا نفاية زبالة من الكلام ومن المفاهيم الغلط خالص اللي اللي بتتقاس برؤية الرب في المشد وسامع صوته الأمر الثاني اللي مهم اللي ليه قيمة كبيرة وإحنا بنشوف الرب بأروحنا اللي بيشوف الرب بيحبه أكتر وده كمان واحدة من الحاجات اللي بتفرق المؤمنين عن بعض كل المؤمنين بيحبوا الرب بنفس القدر سبب كبير من الأسباب لأنه مش كل المؤمنين شايفين الرب الرب بالنسبة للبعض فكرة نظرية تعليم وبنسبة للبعض شخص ملموس شايفينه اللي واقف بعيد قوي شايف الرب قد كده مش قادر يشوفه فبيحب قد كده اللي قريب من الرب شبعانه مبهور بجماله ومجد الرب فلأنه شايفه بيحبه وده خلايا نحبه أكتر فنشوفه أكتر رؤيتنا للرب بتملانا بالمهابة للرب بالمخافة للرب مخافة للرب يقول كده الكتاب كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجح وكتير بناخد معنى الآية دي بطريقة سطحية شوية إنه المعنى اللي نحاوله ده مش غلط بس يعني ده المعنى العرصاتها إنه يوسف كان ناجح لأن ربنا كان معاه ويتش اس اوكي ويتش اس فاين صح كلام مظبوط بس الحاجة اللي امور ديب بقى عن كده كان الرب مع يوسف إنه يوسف كان عايش في محضر الرب كل الوقت وده كان النقطة القوة والنعمة اللي خرجت منها كل حياة يوسف أنا في أوقات كتير حط مكان يوسف إزاي احتمل التلاتاشر سنة اللي في السجن دول والبهدلة والمرمطة اللي هوات مرمطها من غير كلمة تزمر واحدة خرجت من بقه الى انه شايف الرب أنا بقول إنه إنه رؤيتنا للرب بتملانا بالمهابة عندما عرضت امرأة فتفار على يوسف أن يصنع الشر معها هو عارف أنه هي عندها سلطة كبيرة ما هي ممكن تبهدله وممكن تضيعه خالص فلو ما سمعش كلامها أكيد ستنتظر أيام سيئة وعارف كمان أنه لو سمع كلامها لا يوجد حد في البيت لا يوجد حد سيشوفنا لا يوجد مشاكل بس هو عارف حاجة أهم من هذا كل أن ربنا هنا وربنا شايفني وأنا لا أقوم بعمل الشر لأنني لا أستطيع أن أجرح قلبه ولأننا أعيش في حضوره وفي حضوره لا أستطيع أن أقوم بعمل ما يبطل عليه كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله وهي زي ما تكون تتحكت فين ربنا ده اللي تتكلم عنه أنت مش شايفها بس أني شايفه رؤيتي للرب تعطيني سلام ليه؟ لأنني أراه الملك الجالس على العرش ما أرواه أن يدربنا الروح القدسة أن نرى الرب هو الملك الجالس على العرش فوق الجميع فيه آية في مزمور 93 عدد أربعة هذه الآية جميلة وأعتقد أننا نعرفها بس هي يعني الستركشور بتاحها لو تكتب بالعربي بالعكس هتبقى مفهومه أكتر الآية بتقول كده من أصوات مياه كثيرة من غمار أمواج البحر الرب في العلاء أقدر بس خلينا أقره لكم بالعكس الرب في العلاء أقدر من أصوات مياه كثيرة من غمار أمواج البحر الهيجان والصوت العالي والأحداث والظروف والناس الرب في العلاء أقدر الرب أعلم نم كلهم وعندما أرى هذا أقول له شكرا يا رب قلبي سيهدأ عندك كطفل لأنك في العلاء أقدر لأنك جالس على العرش لأن أنت الملك دول حيجوا هي قدامك أنتوا عارفين أن التلميذ لما كانوا بيهددوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع هي دي الصلاة بتاعتهم وابتدوا الصلاة بدأت أقول له أنت الرب العالي أنت الكبير هم فاكرين أنهم مسكين كل زمام الأمور وبيهددونا هم فاكرين أنهم متحكمين في كل حاجة ومشوروا تحكمين في ولا حاجة وهم فاكرين أنهم قدروا على يسوع الطيب ده فأخذوه أتلوه مع أن كل ده كان عملوا ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون هم مش بيدوهم مع أي حاجة خالص أنت اللي فيديك كل حاجة أنت الملك هل جالس على العرش لما أرى الرب أعرف مين هو أعرفه شخصيا وأعرف أنه قدوس وأعرف أنه صالح وأعرف أنه بيحبني أحبة أبداية لأنها سمعتها منه وهو يقول هالي في قلبي مش سمعتها من حد بيوعظ هو الهالي وأعرف أنه إلى الأبد رحمته فعشان كده مهما كانت الأحداث صعبة وشكلها غريب وإبليس يقول لي هو فين ربنا ده بقى اللي بيحبك وكل ده بيحصل معاك أنا أعرف إلهي أنا أعلم بمن أمنت لأنني أعرفه شخصيا لأنني أرى لأنني أرى لأنني أرى أنا أعيش في وسط زمن مليان شرف وأحداث كئيبة وضلمة وأنجزايت دي بريشن تكتاح الناس أكتر من الأنفلوانزا لكن في وسط ده أرفع عيني للسماء وأشوف إلهي وأتملي نور من السماء وأتملي فرح مش جاي من هنا جاي من فوق وأتملي تجييع وتعزية وبتتكلم الناس اللي حوالي اللي واقعين تحت كسافة هذه الظلمة من الكآبة والشر بتحكي لهم عن إله اللي عنده حاجة مختلفة خالص وانا نحن عايشين في ده وأنا شايف الرب أكون شايفه زي بطرس اللي أخد كلمة من الرب بييجي يمشي على الماء وأوقات كتير ساعات اللي حصل مع بطرس ده بيحصل معانا بشكل مختلف في حياتنا ساعات ربنا بيقول لنا على حاجات تتعمل منطقيا كل العلم يرفضها بس ربنا قال لي أعمل كده أنا شخصيا اختبرتها في حياتي فأكتر من مرة من ربنا قال لي على حاجات أنا عارف إن أنا لو عملتها غالبا الناس حيقول علي مجنون وشكل كده هضيع نفسي طيب أعمل إيه أعمل إيه فيه غير إن أنا أبص عليه وأصدق فيه الإله إن أنا عرفته واختبرته هعمل اللي هو بيقوله حتى لو كان الكلام اللي بيقوله ده فنظر الناس مش هينفع أنا هضيع روحي لكن فيه أوقات كتير ربنا بيطلب إننا نتشدد ونرى الذي لا يرى أشكر ربنا أنه في الآخر دائما بيطلع ربنا هو لصح دائما ربنا بيطلع هو لصح أخيرا أنا أقول إنه وأنا بشوف الرب أنا بتمتع بالقيادة الروحية بتمتع بالتمييز الروحي أنا مش موجود عشان أعمل اللي أنا أعايزه وأقول اللي أنا أعايزه والصرف زي ما أنا أعايز أنا أعايز أعايز زي يسوع طب هو يسوع عايشت زي يسوع كان بيقول كده أنا مقدرش أعمل حاجة غير لما أشوف الأب يعمله ومقدرش أقول كلام غير لما أسمعه من الآن ومقدرش أعمل لعمله من غير ما يكون هو دا مشيئته لما أشوف الرب أنا أعايز الحياة يقول كده في نور وجه الملك حياة لما مش بشوف وجه إلهي يسوع لما مش باشبع به لما مش بتشدد به كل يوم وكل وقت يبقى فيه حاجة غلط يبقى فيه حاجة غلط حياتي محتاج أدور عليها عشان تتصلح لأنه مش هو دا التصميم الإلهي للخليقة الجديدة في المسيح يسوع أننا أبقى شايف الرب لا التصميم الإلهي أننا أبقى شايفه وسامع صوته وهيش به لأنه من غيره الحقيقة مستحيلة الخطة بتاعة إبليس أننا ما شوفش الرب في المشهد وأنه أتشتت فأضيع لكن الكلام بتاع الرب بص علي كل الوقت ثبت نظرك علي المشهد في حياتنا بدون الرب مشهد مرعب جدا يمكن حاجتين مهمين جدا في موضوع أننا نشوف الرب نقاء القلب توب الأنقياء القلب لأنهم يعيون الله والملء بالروح القدس أعتقد ممكن أن يكونوا مرتين جايين أتكلم عن الموضوع ده كاستكمال للموضوع بتاعة رؤية الرب خلينا نصلي يا رب ما أحلاك وما أجملك يا رب في نور وجهك يا رب حياة شاهد قلوبنا وطلبتنا يا رب أرينا مجدك أرينا مجدك يا رب أرينا مجدك كل يوم وفي كل وقت أشبعنا من مجدك قمنا القلب جوع وعطش وشوق مستمر أننا نشوفك ونحيا بيك احمينا من أي حاجة تعطلنا عن أننا نشوفك عايزين نشوفك يا رب في نتغير ونبقى شبهك ونكرمك ونعيش ليك ونعكس صورتك يا رب في وسط العالم وفي وسط الناس اللي احنا عايشين في وسط يوم في اسم المسيح آمين موسيقى